طيب ايش اللي ينقص الشباب عشان يحقق البطولة الدوري هذا السنة ينقص امبارات الليلة اذا فاز في امبارات الليلة انا اعتقد انه سيبتعد كثيرا وان يحافظ الشباب لديه عدم وجود جماهير بالنسبة لنادي الشباب قد تكون مريحة كثيرا بالنسبة له انه يصير بخطة عبتة دون تعنيف من الجماهير ولكن ايضا هذه الكوكبة من الاجانب ارجع وقول نادي الشباب يملك افضل لايبين اجانب لو كان لديهم جماهير واعلام يعني سيكون بشكل اقوى جدا يعني وسيحسمون الدوري من بدري طب اخر شاء الله ابو نايف كيف تشوف عامل حسين عبدالغني منذ قدومه نادي نصر والله يشوف اول ما تمتعين حسين عبدالغني انا انتقدته في تويتر ولكن يبدو اني انا اخطأت في انتقادي لو اعتذر الكابتن حسين عبدالغني لا اعلم بالضبط ماذا يعمل حسين عبدالغني ولكني اشاهد النتائج كانت اكثر من رائعة يعني تقدم لحسين عبدالغني اعتذارك المباشر طبعا اقدم الاعتذار واقدم ايضا للدكتور السويكت ايضا انه هنا معاك في الانتقد ايضا عمله يعني انا اتحفظ على عمله ولكن كنت قاسي كثيرا في الانتقد كنت محق في الانتقد ولكن كنت قاسي واعتذر له هو تشكر هذه علي البادري ابو نايف عموما انك تعود وتغير قناعاتك بين الحين والاخر بحسب الجديد طبعا كنت معي من الرياضة الصحفي الرياضي توفيق الخليفة شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر